ليست النائحة التكلى كالنائحة المستأجرة نعم يعني فرق حقيقة بأن يرى أن الوعظ حياته وأن الوعظ رسالته وأنه نفسه الذي يتنفسه وأنه بلا ذاك المتنفس وذاك البراح يعني فعلا يذوب كما يذوب التلف ويذبل كما تذبل الورود وبين ذاك الذي يراه مهنة من المهن ووسيلة من وسائل التكسب لأن الوعظ لابد أن نقسمهم على صنفين صنف الآن والله هو واعد في الأوقاف هذه وظيفة إن وجد مجالا تكلم وإن لم يجد مجالا سكت إن أعطوه وهذا للأسف يعني عشناه مع بعض الوعظ أنا كنت في مدير إدارة التقافية والدعوية وبعض الوعظ كان يأخذ مكافأة ولا يعيش ليس حتى فقط أنه كان يأخذ مكافأة على أنه واعد ولا يمارس الوعظ يوما في الشهر لا أقول يوما في الأسبوع فليش؟ لأنه يتكسب ويرى أنه هذا يأخذ بها مكافأة يعني يتعيش بها لكن من يرى الوعظ رسالة نعم سيتحمل هذا الأمر الجانب الآخر يعني نفسيات البشر تختلف هناك من يزيده الهجوم صمودا وهناك من يجعله الهجوم يتأخر يعني إحنا الآن إذا ضربنا مثل هل كل الناس مثلا يتحملون ما يتحمله فضيلة المفتي على سبيل المثال يعني يهاجمونه في شخصه وفي بدني وفي علمه وفي دعوته وفي رسالته وفي وطنيته وفي تاريخه لكنه يعني يقدم واجب النصيحة والتعليم والبيان والإفتاع ويصابر في ذلك مصابرة الجبال لكن هل هذا الأمر يطيقه كل أحد أنا أعتقد أنه لو كان غيره لن سحب لكن إذن هي المسألة هكذا أمور تعلق ابتداء بحقيقة الإنسان ومدى علاقته بهذه الدعوة هل هي وظيفة أم رسالة ثم ما مدى قدرة ومصابرة الشخص على تلك الحرب التي قد يتعرض لها لأن نفسيات وطاقات البشر تحتمل إلى حد ما وبعضها لا يحتمل ذات المستوى الجانب الآخر زي ما ذكرنا الاستعجال في المردود يعني بعض الناس ربما يستعجلوا الأثر يعني الآن مثلا بعض الناس قد يقوم بنشر زي ما ذكرت تفضلت أنت فيديو على الفيس فلا يجدوا إقبالا فيظن أن الناس لم تستمع ولم تقبل ولم تريد كلامه فينصرف عن هذا الفعل مع أنه لو كرر الأمر تكرر لا أفاده وبعدين هو الإنسان كما قال العزل وأذن في الناس بالحج يأتوك أنت فقط أذن أنت المطلوب منك ليس أن يأتوك الإتيان هذا فعل إلهي هو الذي يفعله أنت تؤذن بالدعوة وتؤذن بالوعظ وتؤذن بالنصيحة وتشارك الناس همومهم لأن الوعظ رأيه مش لازم والله يأما يتكلم على قيام الليل يأما يتكلم على الصدقة يأما يتكلم على رعاية الفقير ليس فقط هذا الذي ينبغي ينبغي أن يكون من دور الواعظ الحديث عن هموم الناس عن احتياجاتهم أن يسعى في مصالحهم ما استطاع أن يرفع الظلم عنهم ما استطاع فعندما يجد من الناس هذا التفاعل مع قضاياهم ويجدون منه الكلمة المعتدلة التي لا تميل يمينا ولا شمالا يعني لا تحركها حزبية ولا انتمائية ولا إنما تحركه النصح تحركه الشفقة تحركه محبة الخير عندما يلمس الناس من الواعظ هذه المعاني فإنهم سيقبلون على موعظته وسيفرحون بظهوره سواء على شكل مباشرة وعيانا أو على وسائل التواصل التي ذكرنا ثم يعني التخفيف في جانب الواعظ